من الميادين السلام عليكم هذه النشرة الرياضية المفصلة إسبانيا تسعيد هيبتها بفوزها على فرنسا في عقل داريا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم وتضرب وصفرين بحجر واحد منتخب المتادور رفع رصيده إلى 11 نقطة وانتزع صدارة المجموعة التاسعة من منتخب الديوك تحديدا كذلك محت إسبانيا التعادلين المخيبين على أرضها الأول أمام فنلندا الجمعة الماضية والثاني أمام فرنسا بالذات في 21 أكتوبر الماضي نحن نحترم النقد لكن أحيانا يؤلمنا انتقاد بعض المشجعين لنا بعد كل ما حققناه نحن نعرف إمكانية كريم بنزينة أنا لم أدافع عنه لأنه زميل في فريق ريال مدريد بل لأنه مهاجم عظيم مع فريقي ومنتخب بلاده دخلنا اللقاء ونحن نعرف أنه لا بديل من الفوز هنا في باريس من دون شك النتيجة مهمة بالنسبة لنا لكن الأهم هو الأداء القوي للمنتخب في المباراة واصلنا اللعب بأسلوبنا رغم أننا نعرف أنه يجب علينا أن نسجل ونفوز باللقاء لم نستعجل ونجحنا في تحقيق ذلك لم أسجل منذ فترة طويلة مع المنتخب الفرنسي لكنني أواصل عملي من أجل هذا الهدف الإعلام ينتقدني بسبب مركزي وهذه هي كرة القدم أحيانا تلعب جيدا وفي وقت آخر لا تقدم ما هو مطلوب منك لكن يجب المحافظة على الثقة بالنفس لا يجوز القول أننا فقدنا الأمل في التأهل المهمة صعبة لكن لا تزال أمامنا مبارتان لتحقيق ذلك الجولة السادسة من التصفيات شهدت عجزة منتخب إنجلترا عن امتزاع صدارة المجموعة الثامنة من مونتينيجرو منتخب لسودة ثلاثة فشلة في المحافظة على تقدمه بهدف وين روني في الدقيقة السادسة تلقت شباكو هدفا في الدقيقة السابعة والسبعين لتواصل مونتينيجرو صدارته للمجموعة بفارق نقطتين أمام إنجلترا الوصيفة ألمانيا صحقت ضيفتها كازاخستان بربعية لهدف واقتربت من التأهل إلى المونديال منتخب المنشفت عزز موقعه في صدارة المجموعة الثالثة رفع رصيده إلى 16 نقطة ووسع الفارق إلى ثماني نقاط مع ملاحقيه النمسا والسويد وإيرلندا المتساوين بثماني نقاط في المقابل تجمد رصيد كازاخستان عند نقطة وحيدة في المركز الخامس ما قبل الأخير دائما مع التصفية الأوروبية المؤهرة إلى كأس العالم ماريو بالوتاليو يواصل التألق ويقود منتخب بلاده إيطاليا إلى الفوز على مضيفتها مالطة السوبر ماريو سجل هدفي اللقاء لتنفرد إيطاليا بصدارة المجموعة الثانية بثلاث عشرة نقطة من خمس مباريات وبفارق ثلاث نقاط أمام بلغاريا الخلاف بين المدارب جوزي مورينيو وفيتشانتي ديل بوسكي ظهر خلال المنافسة على لقب الأفضل في العالم لكنه تفجر مع تشكيك الاسباشل ون في صحة الأصوات هل هذا هو السبب الوحيد لخلاف المدربين الأملاقين في هذا التقرير في شكله هو خلاف على صحة التصويت لأفضل مدرب في العالم لكن المضمونة مختلف عن الواقع الصحف الإسبانية عامل أساسي في تعكير العلاقة بين المدربين تتعاطف مع المدرب فيسنت ديل بوسكي نظرا لقيادته الناجحة للمنتخب الإسباني الأقلام نفسها لا تنفك تهاجم جوزي مورينيو فعلاقتها بالسباشل ون لم تكن يوما جيدة منذ دخوله إلى قلعة ريال مدريد نتائج ريال مدريد في عصر البرتغالي لا تعجب عشاق الملكي فمنذ وصوله لم يحرز سوى كأس الملك والليجا فيما يطالب جمهور البرنابيو بدوري أبطال أوروبا كأس الأذنين الطويلتين هي من أسباب تفضيل الجماهير الملكية لدل بوسكي على مورينيو كيف لا وقد تذوقت حلاوتها موسمي 2000 و2002 مع الإسباني إيكر كاسياس وسيرخ يوراموس فتيل ثالث يشعل الخلافة بين الرجلين فاللاعبان يشكلان العمودة الفقري للريال والمنتخب على حد سواء علاقة اللاعبين مع دل بوسكي في أحسن أحوالها كما جميع نجوم لافوريا رخة فيما لا يوفر مورينيو مناسبة إلا ينتقد المدافع والقديس رامون كالديرون دخل أخيرا على الخط فأصب الزيت على النار الرئيس السابق للميرينجي قال إن مورينيو لا يتلائم لقيادة ريال مدريد فالفريق يحتاج إلى مدرب يكون جزءا من تاريخ النادي مثل دل بوسكي أنبوب أكسجان صغير لمساعدة دمارية على التنفس وتقيئ ماسي بين شوطي المباراة وتأخر انطلاقة شوطي الثاني ولكن بالرغم من كل هذه المشاكل عادة الأرجنتين بتعادل ثمين من أرض بوليفيا في تصوية أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال الارتفاع الكبير للعاصمة البوليفية لباز عن مستوى سطح البحر البالغ 3650 مترا كان السبب وراء مشاكل عديدة واجهت ماسي ورفاقه برغم تأخري بهدف ندرك المنتخب التعادل عن طريق أفر بانيغا الأرجنتين وصلت صدرتها للمجموعة مع 24 نقطة تتفوق بفارق أربع نقاط على المنتخب الإكوادوري صاحب الفوز الكبير على الباراغوي بأربعة أهداف لهدف نعم تاريخيا نحن الأرجنتينيين نواجه صعوبات على هذا الملعب أنا مرتاح جدا لأداء الفريق أعتقد أنه كان جيدا جدا في الدقائق العشرين الأخيرة وكانت لدينا القدرة على إحراز النقاط الثلاث لكن الأهم أننا مستمرون في عملية النمو والتقدم في ترتيب الفيفا الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستغل وجود لا ينلمس في بلاده لتكريمه لكنه يتعرض لحملة انتقادات سياسية وكروية الرئيس البوليفي كرم أفضل لاعب في العالم أربع مرات بعد تعادل منتخبي البلدين موراليس أشهد بتضامن ماسي مع بوليفيا واصفا إياه بالإنسان الرائع الرئيس البوليفي قدم هدية تذكرية لمسي وعبر عن إعجابه بأداء البرغوت نجم برشلونة وجه الشكر والامتنان لموراليس والحكومة البوليفية قبل استقلاله الطائرة لمغادرة لباز وتكريمه جاء دفعا كبيرا من الخصوم السياسيين إلى توجيه الانتقادات كذلك فعل عدد من أعضاء المجلس بحسب كارلوس تفاز رئيس الاتحاد البوليفي للعبة في دور السلل الأمريكي للمحترفين الانبيئي نيويورك نيكس يواصل مسلسل انتصاراته ويضيف بوسن سلتيكس إلى قائمة ضحاياه البديل جاي آر سميث أحدث الفارق سجل 32 نقطة والتقط سبع متابعات كما تألق كارميلو أنتوني بتسجيل 29 نقطة ليحقق نيويورك فوزه الخامس على التوالي والثالث والأربعين هذا الموسم منتزعا بذلك وصفة القسم الشرقي من إنديانا في المقابل مونيا بوسن بخسارته الرابعة والثلاثين في سبعين مباراة يحتل المركز السابع من القسم نفسه مينيسوتا حقق انتصارا غير مؤثر على مضيف ديترويت بيسنز البديل جاي جاي باريا سجل 21 نقطة وأضاف زميله بيس بوفيتش 18 أسمت في تحقيق مينيسوتا فوزه الخامس والعشرين هذا الموسم لكن أماله في التأهل للأدوهر الإقصائية تبدو شبه معدومة باحتلاله المركز الثاني عشر في القسم الغربي مع 44 هزيمة وضع ديترويت لا يبدو أفضل يحتل المركز نفسه من القسم الشرقي حيث تلقى خسارته 48 هذا الموسم في عالم الكرة الصفراء السربي نوفاكي ديوكوفيتش يواصل إهدار للقابي هذا العام جرده الألماني المخضرم تومي هاس من لقب بطولة ساني الأمريكية المقامة في مدينة ميامي التفاصيل وأبرز المتأهلين إلى ربع نهائي في هذا التقرير الأكثر تشاؤماً بأداء الصربي نوفاكي ديوكوفيتش في الفترة الأخيرة ما كان ليتوقع خروجه من الدور الرابع المصنف أول عالمياً قدم المباراة الأسوأ له منذ أشهر خسر أمام الألماني طومي هاس بمجموعتين من دون مقابل هناك أيام لا تشعر فيها بأنك تؤدي بطريقة جيدة في الملعب هذا اليوم كان واحداً منها وهنئ هاس لقد كان الأفضل في هذه المباراة قد تكون هذه المباراة إحدى السوء مبارياتي منذ فترة طويلة ديوكوفيتش فشل في إحراز لقبه الثالث على التوالي في البطولة فرط باللقب الثاني هذا الموسم بعد خسارته الأخيرة في نصف نهائي دورة أنديان ويلز أمام الأرجنتني خوان مارتن ديل بوترو الأسبوع الماضي في المقابل سيواصل هاس مسيره في البطولة سيلعب في دور الثمانية مع الفرنسي جيل سيمون الفائز على السربي الأخر يانكو تيبسارفيتش البريطاني أندي موري واصل تقدمه بثبات تأهل إلى ربع نهائي بسهولة تامة تغلب على الإيطالي أندرياس سيبي بمجموعتين من دون مقابل محققاً فوزه الخامس على التوالي في ست مباريات جمعتهما مهمة موري في الدور المقبل لا تبدو سهلة سيواجه الكرواتي مارين سيليتش الأخير تغلب على الفرنسي جو ويلفرد صونجا بمجموعتين 7-5 و7-6 ولحق الإسباني ديفيد فرير بركب المتاهلين إلى ربع نهائي تغلب على الياباني كيني شيكوري بمجموعتين من دون مقابل وسيلعب في الدور المقبل مع النمسوي يورجا ميلزر الفائز على الإسباني الآخر ألبرت راموس ولدى المضربة ناعم وصلت الأمريكية سيرينا ويليامز زحفة نحو اللقب بتأهلها لنصف نهائي على حساب الصينية نالي مهمة المصنفة أولى عالمياً لم تكن سهلة فبعد فوزها بالمجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة عانت لحسم الثانية بسبعة أشواط لستة حققت فوزها السابع على الصينية في ثماني مباريات جمعت بينهما سيرينا ستلتقي في الدور المقبل مع حاملة اللقب البولندية أنياس كارتفانسكا الفائزة على البلجيكية كيرسين فليبكنز بمجموعتين لواحدة كان هذا ما لدينا من أخبار النارياضية في نشرتنا المفصلة نشكر لكم حسنا متابعة إلى اللقاء